هنشوف مع بعض مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأسكار والحيل والمنظمات وكل حاجة محتاجاها لبيتك أو مطبخك هتلاقيها في قناتي وكل طرق الحصول على الأدوات دي سهلة جداً وبسيطة ولو أنت متواجدة في مصر فالموضوع سهل جداً تقدر تحملي أبليكيشن أمازون مصر وتجيبي كل المنتجات اللي أنت محتاجاها لبيتك ولو أنت بره مصر تقدر تطلبيها من على تطبيق أمازون أو تطبيق عليك سيبرس أو تطبيق نون وفي نهاية الفيديو هقولك على كذا طريقة معتمدة تقدر تجيبي من خلالها كل الأدوات اللي أنت محتاجاها بكل سهولة ولو حابة تشوفي أدوات تانية كتير ما تنسيش تعمل اشتراك للقناة وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده ودلوقتي هنشوف مع بعض شنطة تقدر أني أنت تنظمي بيها كمية كبيرة جداً من الميكوب أو مختلف اللوازم الشخصية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا سلة تقدر أني أنت تنظمي بيها الهدوم اللي بتكون مش نضيفة وهي بتيجي متوفر معاها سلة صغيرة تقدر أني أنت تنظمي بيها الشربات أو الملابس الداخلية زي ما هو واضح كده قدامك من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفلاتر اللي تقدر أني أنت تصفي وتفلطري الشاي أو مختلف أنواع الأعشاب من خلالها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممساحة لتنظيف المريات أو الشبابيك والممساحة دي بتيجي فيها جزء خاص كده تقدر أني أنت تديفي فيه المية أو سائل التنظيف اللي أنت بتستخدميه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدر من خلال المطحنة دي تتحني الرز أو السكر أو الشطة أو أي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة وهنا بقاها هنشوف عندنا الأشريطة اللاصقة اللي تقدر أني أنت من خلالها تلمي أسلاك الأجهزة الكهربائية بطريقة سهلة وشيك جدا زي ما هتشوف معايا دلوقتي كده من خلال الفيديو هنا هنشوف عندنا أكياس صغيرة تقدر أني أنت تحفظي فيها مختلف أنواع التوابل الصحيحة وانت بتعملي الشرب أو الأكل بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسارة تندق أو اللوز أو عين الجمل تقدر يتقشري من خلالها مختلف أنواع المكسرات وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع الصغيرة اللي تقدر أني أنت تثبتيها على الشماعات وتثبت عليها أكتر من شماعة زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامك من خلال الفيديو ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا حامل السرير اللوحي للموبايل تقدر أني أنت تستخدميه للموبايل أو تقدر تستخدميه للتابلت وطبعا تقدر أني أنت تستخدميه بكذا طريقة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة لتنظيف المواعين والاداة دي بتيجي معاها كذا كتعة عبارة عن اسفنجة وسلكة في نفس الوقت تقدر ان انت تستبدلي الكتعة دي بكل سهولة وتنظفي من خلالها كل المواعين اللي بتبقى عندك وتقدر كمان ان انت تنظفي بيها الحوض او البتوجاز بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصفى عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل وهنا هنشوف مع بعض عندنا مبشرة ومفرمة للخضار او الفكهة تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تستخدميها لتقطيع الخضار او الفكهة او المكسر بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر ان انت تلمي بيها العجينة وتعجنيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا صندوق لتنظيم التوابل تقدر ان انت تسبتيه على جدار المطبخ بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تنظمي بيه ستة انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة وغير كده كمان تقدر ان انت تنظمي بيه المعالق والشبك او السكاكين وهنا هنشوف عندنا رف تنظيم بييجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تسبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبره كمانشر صغير وتنشر عليه الشربات او الملابس الداخلية هنا بقى عندنا منظم ومصفة للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتيه قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفة دي بحيث ان كل بواقل اكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نضيف عشان تقدر يتستخدميه مرة تانية بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المنفضة او الزعافة اللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الادوات والاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك تقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف وطبعا تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها هنا بقى عندنا مجموعة من الاشريطة اللي تقدر ان انت تسبتيها عندك على مصفة الشفات وهي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على انتصاص الدهون او السوائل اللي بيمتصها الشفات وبكده تكوني حافزتي على نظافة الشفات عندك وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك انها تفضل نضيفة وان المطبخ يفضل منظم ومرتب وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة ممكن تنظمي بيها لوازم الحمام زي الكريمات او الشامبوهات او العطور وممكن كمان تستخدميها في المطبخ بعد كده عندنا الكبة الصغيرة دي طبعا هي بتديكي افضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم او البصل او الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بي هنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي حجمها بيكون كبير شوية فبتساعدك ان انت تنظفي كل الموعين او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنشوف عندنا منظمات للبيت تقدر ان انت تنظمي بيها البيت عندك وتنظمي جوة تلاجة او برا تلاجة دلوقتي هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تقفلي بيها كوابس الكهرباء لو انت عندك اطفال في البيت الكطع دي بتساعدك ان انت تأمني عليهم من الكهرباء بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تنظمي عليه غطيان الحلل او البلانشة اللي انت بتقطيع عليها الخضار والفاكهة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع اللي تعتبر مغناطيس تقدر ان انت تثبتيها على التلاجة او على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليها مختلف الادوات اللي بتبقى موجودة عندك زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو تقدر ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة هنا هنشوف مع بعض عندنا كبة الفارم دي الكبة دي بيجي معاها تلات حلل تقدر ان انت تفرمي من خلالها التوم او اللحمة او البصل او مختلف انواع الخضار زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو وطبعا تقدر ان انت تحصل من خلالها على افضل نتائج الفارم اللي انت بتكون محتاجاها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الدفاية الكهربائية الصغيرة والدفاية دي بتشتغل عن طريق الكهرباء وزي ما احنا شايفين كده هي حجمها بيبقى صغير جدا وتعتبر من اجمل الاجهزة الكهربائية المنزلية اللي ممكن تستخدميها عندك في القودة او في المطبق او في المكتب هنا عندنا المخدة الجميلة دي المخدة دي تقدر ان انت تفتحيها كده وتبقى معاك الحاف او بطنية وبعد كده تقدر ان انت ترجعيها تاني تطبقيها وتستخدميها تاني على شكل مخدة وغير كده اشكالها والوانها جميلة جدا بعد كده تعالي شوفي معايا المنظم الجميل ده تقدر ان انت تثبتيها على جدار المطبخ وتنظمي عليه الاطباق اللي انت محضرة عليها كل الخضرة اللي انت هتستخدميها وانت بتطبخي او تقدر ان انت تنظمي عليه مختلف الاطباق اللي انت هتحضري بيها صفرتك هنا بقى هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيها على الجدار وتنظمي بيه المعالق والشوك والسكاكين والمنظم ده بيحتوي على مصفة تصف عليها كل المياه اللي بتنزل من المعالق والشوك والسكاكين اللي انتي غسلتيها وهنا معانا منصدم تقدر ان انتي تستفيدي منه بطريقتين اتنين ممكن تنظمي بيه الاكياس وممكن كمان تنظمي عليه المنازيل الرول ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة ثلاث طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فابداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون فيه دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دولي تلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصلها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسببكم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة